أذن اليوم السابع والعشرون من نوفمبر الفين واربعة وعشرين يوم مهم لمراسلين بالميدان اللبناني رصدوا لنا حال الناجين ومعاناة النازحين وعقبات المشهد السياسي وما خلفه من تصعيد أمني غطوا حرب الثامن من أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين على حزب الله ووثقوا لحظة بلحظة تصعيد إسرائيل جنوب لبنان في الأول من أكتوبر عام الفين واربعة وعشرين ورصدوا الاشتباكات المستمرة التي كانت امتدادا للحرب الفلسطينية الإسرائيلية فحزب الله الذي دخل كجبهة إسناد لحماس في الثامن من أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين كان يعلن أن حربه على إسرائيل تهدف للضغط عليها وإجبارها للمحاربة على جبهتين هنا القصد لبنان وغزة في الثلاثين من سبتمبر الفين واربعة وعشرين أعلنت إسرائيل إغلاق بعض المناطق على حدودها الشمالية مع لبنان واعتبارها مناطق عسكرية هنا أعلنت الأبيب هدفها التخلص من حزب الله وبنيته التحتية العسكرية التي يمكن أن تشكل تهديدا للمدنيين شمال إسرائيل وقتلت زعيم الحزب حسن نصر الله وقياداته الأمنية والسياسية والإعلامية وشتتت عناصره في خضم هذا المشهد انسحب الجيش اللبناني في بداية الحرب من بعض المناطق على الخط الأزرق واليوم السابع والعشرون من نوفمبر الفين واربعة وعشرين تاريخ إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لكن الإبقاء على وحدة الساحات بالنسبة لحزب الله سقط فيما عاد سكان المناطق المهجرة لأراضيهم التي تغيرت جغرافيتها وحتى مشهديتها هنا نذهب إلى مراسلين في لبنان من رميس جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الحدث نهد يوسف ومن مرجعيون مراسلة الحدث محمود شكر ومن صيدة ننضم إلينا أيضا مراسلة الحدث رينا دواهي ومن منطقة الزهراني جنوب لبنان ينضم إلينا الصحفي محمد البابا وأيضا نذهب إلى جوني إلى معبر المصنع الحدودي الصحفية في قناة العربية جوني فخري أول شيء يعطيكم ألف عافية مراسلين أبدأ معك ناهد نهد